إيه اللي بيحصل في السودان؟ الجيش السوداني بيواصل انتصاراته تقدمه ميدانياً وضحره لقوات الدعم السريع أو ميليشيا حمدتي على الأرض في تقدم للجيش السوداني في محاور مختلفة في الخرطوم سيطرة على مبنى بنك السودان المركزي على برج الساحل والصحراء اقتراب من القصر الجمهوري وقصف مواقع مختلفة لقوات الدعم السريع وأيضا منطقة جبل موية الانتصارات الميدانية للجيش السوداني وجود البرهان مبارح على الأرض في وسط قواته كل ده دفع قوات الدعم السريع انها تعلن انه مفيش مفاوضات مفيش وقف اطلاق نار مفيش اي حاجة واعلنهم انه هو خيار واحد بس اسمه الحسم العسكري ضد قوات الجيش السوداني طيب الامارات تعمل ايه لما لقت الموضوع ده؟ الامارات طلعت بيان من شوية مرة تانية او كلاكت تانية مرة بتهدد فيه الجيش السوداني بانه هو اللي قصف مقر رئيس البعثة الدبلوماسية الاماراتية السفير الامارات يعني في مقر السكن بتاعه وانه الجيش السوداني طورت بقى من التهديدات قالت انه هو المسؤول عن معاناة الشعب السوداني وانه هو لا يكترث للمعاناة اللي الشعب السوداني بيعنيها وانه هو سبب الانقسام وانه هو بقى له اكتر من 17 شهر بيشتم الامارات وبيهاجمها وبيدعي عليها الدعاءات كاذبة وانه يجب ان يتحمل مسؤولياته بيان تهديد قوي جدا ويمكن نتوقع الليلة دي انه كل الدول اللي شاركت الامارات في التهديد الاول تضم عليها وتشارك فيه التهديد التاني طبعا البيان ده بييجي بعد ساعات من تغريدة الوزير الاماراتي انور جرجاش او المسؤول الاماراتي انور جرجاش اللي تكلم فيه معنى غريب قوي قالك انه لازم مفهوم الدول الوطنية ذات السيادة هو اللي يسود واحنا عندنا اضطرابات وصراعات وانه ما فيش مكان للميليشيات وما فيش مكان للاضطرابات وما فيش مكان ليه الميليشيات المسلحة اللي بتقسم الدول طبعا ما أنور جرجاش أنتو أصدق بالميليشيات هنا الجيش السوداني ولا أصدق ميليشيات حمدتي أصدق الدعم السريع ولا البرهان أصدق إيه بالميليشيات ما قولنا نعرفه أن فيه جيش سوداني رئيسه أو قائده عبدالفتاح البرهان والميليشيات دي هي حمدتي اللي أنتو بتدعموها وبتصرفوا عليها فياريتو قولنا مفهوم الدولة الوطنية هنا والميليشيات هو مين عند الإمارات دي نقطة نقطة تانية إيه علاقة كلامك ده بتهديد عبدالخلق عبدالله مستشار بن زايد الرئيس الإماراتي لما قال إن الجيش السوداني هيدفع تمن الكلام ده وأنه لازم يتحمل المسئولية وهذا الفعل الجبان والخسيس والحاجات دي كلها هو ليه الإمارات بتطلع البيان ده كلاكت تاني مرة لما الجيش السوداني زود الضرب وبدأ يسيطر على محاور أكتر في الخرطوب هي الإمارات ناوية تعمل إيه يا جماعة هو ده السؤال هل هنشوف مشاركة عسكرية حقيقية إماراتية على الأرض هل الإمارات هتنزل قوات في السودان تحارب مع حمدتي هل فيه تحرك عربي ما هيكون ضد الجيش السوداني في الأيام الجاية أسئلة كتيرة جدا جدا لكن التهديد الإماراتي التاني الحقيقة مالوش أي تفسير إلا إنه الإمارات ناوية على منحنة آخر من دعم حمدتي لو هي بتدعمه سياسيا وماليا وبتوديله طائرات شحن فما عادش غير دعم واحد بس إن الإمارات تحارب كتف بكتف مع حمدتي ضد الجيش السوداني